اشتركوا في القناة وزير التربية والتعليم ويتبعه أولاً إدارة الاتصال ثانياً إدارة التقييم والأداء ثالثاً إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية رابعاً مدير عام شؤون المدارس ويتبعه الوكيل المساعد للخدمات التعليمية وتتبعه إدارة الخدمات الطلابية إدارة شراكة المجتمعية إدارة التربية الرياضية الوكيل المساعد للتعليم وتتبعه إدارة العمليات التعليمية المنطقة واحد إدارة العمليات التعليمية المنطقة اثنان إدارة العمليات التعليمية المنطقة ثلاثة إدارة العمليات التعليمية المنطقة أربعة وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء ويتبعه الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم وتتبعه إدارة سياسات وتطوير المناهج إدارة سياسات وتطوير التعليم الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء وتتبعه إدارة التخطيط الاستراتيجي إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر الوكيل المساعد للخدمات المساندة وتتبعه إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد المالية إدارة الخدمات إدارة نظم المعلومات المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 85 لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم